السلام عليكم ورحمة الله توكل أخذت كل الكلام بس بحاولياني مساء الخير عليكم جميعا فنان اليمن الكبير الأستاذ أيوب طارش عبسي الصديقة والرفيقة الأستاذ السيدة توكل كرمان الحضور جميعا مساء الخير عليكم لحنا أيوبيا عابقا بالحب والعطاء والدهشة والبوح العاطر الذي يتفجر أغاني شجية لطالما عمرت قلوبنا الضمأة كانت ولازالت وكان أيوب موعد ارتوائها ومن بالغ السعادة أن أتحدث في حفل تكريب صوت اليمن وضميره الفني الفنان أيوب طارش عبسي وقد تشربته أنا في مراء الصبا في قرية الصغيرة كما تشربتموه جميعا وتشربه ملايين اليمنيين مغتربين وعشاق ومزارعين صغارا ونساء وكبارا كل منا لديه قصة مع أيوب نحن اليوم في مقام الفني وما يتعلق به من تعبير ومشاعر وانتماء وتكون هذه المعاني في ذروة اكتمالها ونحن في حضرة الفنان أيوب طارش عبسي الحديث عن فناننا الكبير يعني صعوداً لبدايات متوهجة من الذاكرة هي المكان الأكثر خلوداً من أي جغرافية ممكنة حين نذكر اسم أيوب لا تحضر الموسيقى وحدها بل تتشكل في أذهاننا حيوات ومواقف وتواريخ كاملة يعبر عنها فن أيوب طارش وأقول فن أيوب لأن أيوب فناناً سبق بفنه التسميات والتصنيفات جميعاً فمنه يبتدئ الفن وإليه ينتهي لو بدأنا من هذه اللحظة الآن التي تعيش فيها اليمن أوضاعاً مأساوية وحالة من عدم اليقين والشتات فإننا نجد أنفسنا نبحث عن صوت أيوب لوحد قلوبنا ويلملم ما تبعثر في زمن مليئ بالمآسي والأسئلة التي لا تجد أي تأجابة بدءاً من النشيد الوطني الذي كما تعرفون كان نشيد اليمن جنوباً قبل الوحدة ونشيد اليمن الواحد مروراً بكل ما عزف وغنى ليتأكد لنا أن مهمة فناننا الكبير تتجاوز أي مهمة وطنية بل وتعلو عليها إن الاحتفاء بالفنان أيوب طارش هو احتفاء برمز من رموزنا التي قدمت الكثير الأغنية اليمنية فهو لم يأتي ليبني على القديم فقط بل ليبتكر أسطورته المتفردة عازفاً للحب والأرض منشداً للوطن منحازاً للشعب معبراً عنه وعن طموحاته ونضالاته وبطولاته ولذا سنجد أن أغانيها الوطنية هي السائدة بين كل الأغاني المماثلة وقد كان سباقاً للإحتفاء بكل مناسبة وطنية أيوب غنى لثورة سبتمبر وأكتوبر كما غنى للوحدة وحفز ذواتنا الوطنية في أغاني أخرى فنحن كلما مرت مناسبة لجأنا إلى أيوب لأن فن أيوب عابرٌ للمناسبات والأمكنة والزمان ولقد كان هذا هو نتاج لشخصية أيوب المبدعة والمخلصة القادرة على اقتحام مناطق في الفن من الصعب على غيره الوصول إليها ونتاج تناغمٍ وتكاملٍ بينه وبين بيئة تعز والشخصيات التي رافقته ليشكل معها ثنائيةً رسمت لوحة نجاح مع الشاعر عبدالله عبدالوهاب بن عمان الفضول رحمه الله يختار أيوب طارش أغنياته وكأنه يختار لنا ما أخبرناه عنه مسبقاً فيعزفنا جميعاً بريشة الوتر يغير اللهجات ويعدد الألوان فلا تتغير ولا تتبدل شبابة صوته الخلاب الملهم يتغلغل أيوب بفنه في تفاصيل الحياة اليمنية وتشكلاتها بين الريف والمدينة والسهل والجبل والحقل والمصنع يستيقظ معنا غبش والطل فوق الرشاشي ويتجلى في صبح عاشق ساهر أشكي لمن ونجيم الصبح قلبي الولوع ويناجي حاملات الشريم والطل فوق الحشائش لتصبح هذه الأغاني حاجةً يوميةً لبدء صباحنا جميعاً ولتعديل مزاجنا أو للتعبير عن موقف ما حين نستمع أغنية مطر مطر والضبابينه يدور مكنه نشعر وكأن المطر يتساقط علينا الآن نشعر أيضاً بدفء خدر بدوي وببرودة ماء الكوز وحين يغني وطائر مغرب ذي وجهت سنم تهائم نطير معه أيضاً إلى هناك وحين نكون في منتهى العشق نغني أحبك والدموع تشهد ودمع العين ما يكذب من أجل عينك وحبيب القلب شكرم ألف عين وحين نعاني لوعة الشوقي والحنين نغني مهما يلوعني الحنين شاصبر ورعيلك سنين وأعطيك كل العمر ما دامك على عهدك أمين وحين تزيد المعاناة نستمع لهيمان حتى لو سكنت السحاب طير مالك والبكى خلي البكالي يا ما صبرت قاسيت وهكذا ينساب أيوب رقراقاً مثل سواقي جبل صبر وينابيع وادي الضباب مثل برق على جباد الأعروق ويهدر كسيل يصب في مداربه يشد مع الحب ضوء القلوب ويعلن بفرح حبيت حبيت ماشي حلمت وترأيت ويرشع طور الكاذي ويربته على أحزاننا يغني أيوب للوطن فيهتف للشعب جيشاً لا يظل ويتغنى بلضالات الشعب سبتمبر وأكتوبر من آمنوا سبتمبر أكتوبر من آمنوا لن يُقهروا إنا بعون الله لن نطغى كمن قد أدبروا ويصدح فينا محفزاً املأوا الدنيا ابتساماً وارفعوا في الشمس هاماً واجعلوا القوة والقدرة في الأذرع الصلبة خيراً وسلاماً واحفظوا للعز فيكم ضوءه واجعلوا وحدتكم عرشاً له واحذروا أن تشهد الأيام في صفكم تحت السماوات قساماً وارفعوا أنفسكم فوق الضحى أبداً عن كل سوء يتسامى أيوب سلام على روحك الأثيرة تجلس بعد كل هذا البلوغ العظيم بيننا متواضعاً واثقاً يا هيمان لقد بلغت السحابة وأرويت قيعان قلوبنا يا هيمان لقد بلغت السحابة وأرويت قيعان قلوبنا انحزت لأفراحنا ولأيامنا الصعبة ولغربتنا عن وطن لا يبرح الحشاب أخيراً شكراً لك شكراً لك لأنك منحتنا شرف هذا اليوم لأنك لحننا الخالد شكراً بحجم الابتسامات التي ملأت بها وطننا وبعدد الأغنيات التي وزعتها على كل بيت وأضأت بها كل ليل شكراً لأنك كنت يمنياً أصيلاً أحببت اليمن دون حد فأحبك دون حد يا صانع الفرح اليمني وواهب الضو أخذتنا معك إلى كل مكان في وطن كان ولا زال في الحدقات نحن يا أيوب مطمئنون إلى أن قلبك ينبض بيننا وسيظل ينبض في دواخلنا وداخل كل الأجيال ملايين السنوات السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر